كشفت وكالة رويترز للأنباء ما وصفت بالخطة الإيرانية لضرب أهداف سعودية وبحسب التقرير الخاصة فإن هجمات منشأة النفط السعودية أرامكو قبل أربعة أشهر سبقها تجامع لمسؤولين إيرانيين من بينها مقادة الحرس الثوري والعمليات السرية ويضيف التقرير أن محور الاجتماع تركز على تلقين الولايات المتحدة درسا لانسحابها من الاتفاقية نووية وفرضها عقوبات على طهران ويختبس التقرير عبارة قائد الحرس الثوري حسين سلامي بأنه آن أوان شهر السيوف وذلك كله وفقا لمعلومات تقول الوكالة إنها جمعتها من ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على هذه الاجتماعات